مشتركين الكرام شاهدوا الفيديو كاملا لدعمنا فنحن نبذل جهد كبير لأجلكم كما نلاحظ تم نشر الاستفتاء في تيليجرام ويمكنك عمل ذلك بخطوات بسيطة لتعرف الطريقة تابع مع الشرح السريع أهلا بكم من جديد متابعين الكرام في هذا الفيديو هذا الشرح السريع طبعا يمكنك نشر أي استفتاء في تطبيق تيليجرام كل ما عليك عمله هو الدخول لتطبيق تيليجرام الموجود عندك على الهاتف ويكون حسابك مفتوح على التطبيق طبعا هذا الشرح من هاتف ايفون والطريقة متشابهة لكل أنواع الهواتف والآن ندخل لأي مجموع أو قناة طبعا بالمناسبة الاستفتاء يمكنك نشرق في القناة في تيليجرام وأيضا في القروب ولكن يوجد اختلاف بسيط سأوضحه خلال الشرح وبالمناسبة هذه هي قناتنا على تيليجرام ننشر فيها العديد من المواضيع المهمة فللانضمام لها سأترك لكم الرابط في الوصف وحتى لا نطيل عليكم حتى تنشر أي استفتاء تضغط على هذه الايقون الموضحة في الفيديو ومن هنا من هذه الخيارات تختار استفتاء وهنا تكتب السؤال اللي حابب تكتبه مثلا سأكتب ما هو تطبيقك المفضل تمام وبالأسفل في هذا المكان أقوم بوضع الخيارات هنا في هذه الخناة فأكتب مثلا انستجرام وتليجرام ويوتيوب وتيك توك وأيضا أكتب مثلا واتساب طبعا أكتب عدة خيارات حيث يمكنك إضافة 9 خيارات أو أجوبة في هذه الخناة كحد أقصى والآن وبعد كتابة كل الخيارات يمكنك التحكم في الاستفتاء بشكل أكبر بالسحب للأعلى ومن هذه الايقونة يمكنك اختيار مثلا إجابات متعددة للاستفتاء أو تفعيل خاصية وضع الاختبار في الاستفتاء يعني أنت اختار ما تريد وهذا يلزم إذا كان عندك قناة وكان عندك جمهور أو كان عندك جروب وفي عدد كبير من الأعضاء وتريد عمل استفتاء عن أمر معين أو أسئلة عن أمر أو موضوع معين أما بالنسبة للاختلاف في الاستفتاء بين القناة والجروب ندخل سريعا لأي جروب كما نشاهد طبعا كما نلاحظ أنه بالجروب يمكنك جعل الاستفتاء سري من هنا من هذه الايقونة استفتاء سري أو حسب رغبتك هذا كل ما يتعلق بموضوع الاستفتاء في تيليجرام لتعرف أكثر عن تيليجرام شاهد هذا الشرح الذي ظهر على الشاشة فهو شرح كامل عن تطبيق تيليجرام ولتعرف كل شيء عن التطبيقات بمختلف أنواعها اشترك معنا بقناة كيف وفعل الجرس حتى يصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته